عملكة منع الحمل أضاءها وفق 11 قطون منع الحمل تستطيع إدارها السيدة للأقل والدها السيدة التي تقوم بوضعها السيدة التي تقوم بوضعها من بعد 6 شهور بعد الولادة ديالها والسيدة اللي يلا هو بلداته وما كثرت دعش تقدر تديرها ربعين يوم بعد الولادة ديالها أضرار ديال هاد البره هادي أنها تتأخر عليك الحمل مثلا إلا قطعتيها غادي تسنني واحد العام ولا عامين ولا ثلاث سنين ولا شوفش حل من ساعة غادي تسنني ولا من شهر عاد باش تحملي مش يتدير لك العقم أنك عمرك ما غا تولدي في حياتك ولكن كدير لك تأخر ديال الحمل يعني من شهر تلسة شهور تلعام ما يمكنش واحد لمدة محددة ما يمكنش نعرفه كل سيدة والإحسان الحاجة الثانية اللي ستقدر تدير لك أنها تتقدر تبقى الدورة معك شهر كامل ولا تجيك شوج مرات في الشهر ولا يكون عندك أنسين يومو يعني واحد نازيف كيجيك كل مرة تقدر أن الدورة ما تبقاش تجيك نهائيا ما حدك أنت تديرها مثلا عام ولا عامين ما تجيكش دورة هنا هدا مش مشي مشكل من بين الأضرار ديال هاد البرة أنها تقدر تزيدك في الوزن أنها تغلضك بعد النساء كيتشكوا من آلام أسفل الضهر تقولك بسبب البرة واحد الحاجة اللي كنسمع على البرة بزف ولكن هادي ما كيناش وأنا معمرني ما قريتها ولا قريت عليها أنا كتديرها شاشة العيضة بعض النساء كيد داولوات هضابيناتهم كيقولك ان البركة تديرها شاشة العظام انا ما عمرني مقرتها وما عمرني مقرت عليها هادو هما الاضرار ديال البركة السيدة اللي عوالي تحمل في واحد الوقت واجيز ما تديرهاش ودائما كان نصحكم وكانقول لكم اي وسيلة هرمونية ما تفوتوش بها خمس سنوات ديريها خمس سنين وحيديها لان تقدر هاد الوسائل المنع الحمل الهرمونية تدير لكم سارطان سارطان تادي او سارطان ديال الراحم الحاجة اللي يزوينا في البركة انك تهني من دك كل مرة كتاخد الكينة لانك كينساء كينساء والكينة تاخده كل نهار كتدير البركة هنا كتبقى يديرها كل تلت شهر من تلت شهر تلت شهر كتديرها مرة واحدة هادو هما اللي زفونتاج ديال البركة بين السيغ ما كجيش وديريها ضرورة كيشوفك تبايب وكيعرف بان ما عندك حتى شي مشكيل ما عندك لفاغيس ما عندك شمر القلب ما عندك شطانسيون ما عندك شب الزف ديال الامراض عاد كتقدريت ديريها ما يمكنش وجيه ديريها غير هاكك اي سؤال عندكم حطوه لي في بلاسة ديال التعالي قد نجاوكم عليه ما تنساوش تعملو جام او تبا